من فواد الشتة يا جماعة الحاجات المشوية دي يعني هنجيب فرخة ونشوي عشان احنا اسقع عانين او احنا جعنين. تمام? فيعني احنا لازم نشوي. طبيعي شتة يبقى نشوي. فلا بينا نشوي شوية فراخ عالفحن. مين هنتدفع ومين هنأكل? يعني حاجة لزي العنب. هنجيب خمس ست رسوستهم هنفرومهم كويس. انا هنا بحاول بس سهل الموضوع الخلط شوية عشان يعني دينا تتفرن بسرعة. بولة كبيرة فيها كوباية لبن. هننزل بالتوم اللي احنا فرمناه ده. هنجيب عاكاة تلات بصلات وسط. آآ يفضل البصل اللي بيتدوت عشان بيتعمه بحيث ان هو اقفى بكتير. نقطه اي تقطيع وبرده ننزل به في اللبن. كيلو طماطم اي تقطيع برضو هننزل في اللبن. وبعد كده هنبتدي نتبل. معلقتين صغيرة ملح. عليهم معلقة صغيرة في الفي لسويد. ومعلقة صغيرة بابركة. اللي عايز يزاو تشطى طبعا ده انت ومزاجك. بعد كده هننزل بربع كوباية سياسوس. وندرب الكلام ده كله في الخلط. بعد كده هنجيب الفراغ بتاعتنا. هنبتدي نفتح هنعمل فتحات كده في كيلو الفراغ كله. عشان يشرب من التكبيلة بسرعة. وكمان وهي على النار تستوي اسرعة. مايبقاش فيه حتة مش مستوية وحتة مستوية. هنسيب الكلام ده في التدبيلة لمدة على اقل حاجة ساعتين قبل ما نشويها. تعدي ساعتين تلاتة وبعد كده نبدأ نزبط الشوايا ونجهزها بقى. نتسخن الفحم ونعمله وبعد كده نقوم ايه رصيني الفراغ بتاعتنا. ده احلى وقت بقى اللي هو احنا ايه احنا بنتدفة نفس الوقت بنشوي يعني جو كده وعاعدين في البلكونة وحياة كده. ما نسيبهاش ونمشي طبعا احنا بس كله تقريبا خمس دقايق بنقوم قلبينها لناحية التانية بحيس انها ايه تستوي وما تتحرقش برضو من جنبين. خمس دقايق ونقلب. خمس دقايق ونقلب وها كزا. هنفضل نعمل طبعا الكلام ده كل الحد ما نحس ان هي الفرخة اخدت اللون والشكل اللي على مزاجنا بقى. يعني انت وقعد انت ومزاجك كده انت وما تشوف شكل ده تمام لأ انا محتاجها حرواقها شوية. لأ مش عليك. يعني فهم الحرواق دي اول ما يعني الفراخ ده بزاج. احرق. يعني زبط حالك. طبعا ممكن بقى يعني في الوقت ده قد نجهز صلطة صلطة الطماطم. خيارة على الطماطم على غزر وشوية حاجات كده تتاكل جنبها. ناكلها بالعيش. ناكلها مع شوية روز. انت وما زي جان. شكل. جامد. طعام جامد. فراخ. حاجة روعة. ممكن كمان بقى ايه نعمل برات شاي. بعد ما نخلص الكلام ده كله. نطلع الفراخ ونحط برات الشاي. حاجة اخر دلع. الى اللقاء.